فقط نشير إلى أنه نحن ننقل هذه الصور التي على ما يبدو هي من دمشق رويترز تتحدث عن سماع دوي انفجارين في دمشق أما هذه الصور التي تأتظر الآن فهي أيضا من ريف حمص مش من دمشق ولكن هناك معلومات عن دوي انفجارين في دمشق أيضا وأيضا قبلها كان في قصف على اللاذقية تحديدا على ميناء اللاذقية وكانت المصادر السورية تتحدث عن قصف نظام دفاع جوي أو أنظمة دفاع جوي بشكل عام سيد ماتوزوف هذا المشهد الآن بسوريا إسرائيل تقصف تتقدم بريا نتنياهو يقول أنه يريد البقاء حتى تأمين الوضع هذا مشهد مقبول بالنسبة لروسيا أم روسيا لم تعد معنية أبدا بموضوع سوريا وإلى أي مدى روسيا قد تكون متعاونة بموضوع محاكمة الأسد كذلك هو مستقر في موسكو مع عائلاته مع أقريبه ولذلك ليس هناك مشكلة هو لا يعطي أي مشكلة لسلطة السورية الجديدة برأي أنا شخصي بس الشعب السوري يريد محاكمته سوريا الجديدة لا هذا مستحيل لماذا لأنه هو لاجع سياسي وتحت رعاية سلطة روسية ولا مجال ينقله لأي محكمة لأننا لا نعترفه كمجرم نحن نعترفه كرئيس منتخب وكنا نتعامل معه مشكلة لسوريا فيما جاء في تجاه آخر مشكلة سوريا وصحيح تقارير من جنوب من جانب إسرائيلي مرتفعة جولان وجبل الشيخ وكل هذا المنطقة معرضة كذلك لتموحات إسرائيلية وكيف سيكون صداع الرأس في هذا الخصوص من قبل السلطة الجديدة وكذلك مناطق شمالية كيف ستتعامل السلطة السورية ليست مع الحميمين وترتوس هذا الشيء ضروريا حتى الآن أنا شخصين أعتبر للسلطة الجديدة ليست هذا الشيء جسم غريب لسوريا في هذه الظروف إلى حين ولكن هناك إدلي هناك تموحات تركية وهناك احتلال ووجود الجيش الأمريكي في ضفة شرقية لنهر فرات وهناك تموحات بناء الدولة الكردية في منطقة شرق الأوسط على أساس تركيا إيران إيراك وسوريا لذلك مشاكل ضخمة أمام حكومة السورية الجديدة ونحن وعنا إضافة إلى مستوى معيشة إلى حياة اجتماعية روسيا لا تواجه هذه السلطة الجديدة تتعاون معها برية أنا هذا محرش الوحيد لروسيا سيد ريتشارد هل يمكن اليوم أن يكون هناك قبول بعدم محاسبة الأسد من الجانب الأمريكي أكيد من ناحية الفنية فإن واشنطن ربما قد لن تسعى لمنح بشار الأسد عفوا وتتشجع المحكمة الجنائية الدولية وهيئات دولية أخرى على محاسبة البشار الأسد لسيا بسبب استخدامه للأسلحة الكيميائية والتعذيب ولكنه موجود في روسيا وليس هناك ما بوسعنا القيام به ما لم يقم بسفر إلى الخارج ويذهب إلى منطقة قد يتم اعتقاله فيها وهناك اهتيام أكبر بما يحدث بالخزانة السورية ربما أن بشار الأسد قد استحوذ على الأموال التي كانت متاحة للحكومة السورية قد يكون هناك مساعي لاستعادة هذه الأموال وتقديمها للحكومة الجديدة ترجمة نانسي قنقر